اشتركوا في القناة 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 فيها انتفاخ ولكن كنلقوا فيها بحل شكل ديال الماء هاد المارض هدا الاسم دياله اسميته الكوليستريديا هي بحل شكل ديال كوكسيديا يعني على وزن كوكسيديا ولكن هدا اسميته الكوليستريديا كوليستريديا اسمه كيوقع هدا مشي انتفاخ ديال البطن وانما هدا اه لا يصير الا ما تدواش الكرش دياله يعني كتنفاجر وكيخرجون المسارين على برضا علاش لانه السبب ديال هاد شي وهو سوء التغذية علاش دبان انا ديما كان هدر على الاشياء الناشفة يعني شحن من واحد الفيديويات كيقولك الله راه ممكن انه يعني الاستعانة بالمواد الخضراء او القشور ديال الخضار ديما هادك شي كيدير اما المرارة اما كيدير هاد النوع ديال مثل هاد الامراض ديال كوليستريديا عقلوا على اسم هدا اي حاجة دخلوها دخلوها فالرأس على حسب يعني الاحتراف وهدا هو الاحتراف انه يكون عندكم معلومات في هاد الموضوعات هادو اذا هاد كوليستريديا كوليستريديا اسمه العلاج دياله هاد هي الهادية اللي ان شاء الله غدي نقدمها النار شوفوا هدا اذا اذاكار شوفوا البطن دياله كيباش ديره من هنا ومن هنا هدا ماشي انتفاخ اني مني كان قيسا كارا كرشوم وتحجيرا لاحضوا انه يني الاوساخ مدير تأوساخ انتوما عندو نهال الأول وهو شوفوا الحجم ديال الراس دياله يعني هدا راعات صغير يعني ماشي كبير بزاف نقوله عنده تلت شهور ونص وشوف مسكين هذا المرض هذا راح حيوي بالنسبة لفترة هذي يعني الفترة الظاهرة راح كيكون حيوي يعني كيبقى ينشطوا يتحرق في الكارجة راح كيقول لك داويني هذا المرض هذا راح ماشي انتفاخ وإنما على شكل مياه كتكون مجموعة ومتحجرة في الكرش أو البطن ديال الأرند هذي المرض تسميته الكوليستريديا كين أول حاجة مباشرة مني نشوفوا عندكم هذي الحالة هذي مباشرة مباشرة حييدوا العلف هنتم فيما كتلاح هنتم تعطيوا تنوع من العلف يعني حييدوا لي جميع أنواع العلف تاني حاجة يعني هاتشي خطوات تاني حاجة وهو التبن حطولو شوي ديال التبن راكلة من التبن هنا هنا شوية را بدك شوية كي دير را مشي زبيلة مياه مهم را باقي مبارش دبرا مبارش يعني العلف أي نوع من العلف يتقطع عليه لمدة 48 ساعة يومين ما تعطيوه تحاجة تاني حاجة وهو التبن التبن أنتما رأني سبق دي هدرت عليه أنتما بحلاقة هذا التبن تبن عادي ماشي شي حاجة مغاليش ممكن أنكم تحصلوا عليه غي مجانا غي وحل خنيشة بحلاقة تحطوه شوي ديال التبن تالت حاجة وهي مربط الفرس في هذه الحلقة ورأها كما قلت لكم رأها هادية أن رأها هاد الانتفاخ هذا رأك كان نضايقني بزاف كان تقريبا صفيت رأها دبت شوية تفش اسمه عطيته وهو الحل السحري إن شاء الله وهو النعناع أنتما رأها شوية رأني نضير له طاص هنا ولكن هاد النعناع رأها عشبة أعطيها لنا عشبة سحرية هذه النعناع العادي وتعطيها له وإن شاء الله رأكم غادي تشكروني يعني هاد الحلقة رأها منفريدة رأها يعني هادية لجميع المحبين ذيولي النعناع تعطيها الأرنب يعني ما شي تعطيه له مباشرة يأكله رأي يضره أنا تبعوا معاي الحلقة مزيان وفهموا شو رأني كم قول الكيمية لها تعطيها هذه النعناع وهي 50% نعناع و50% ماء يعني الكيمية لها تعطيها نعناع ديرها ماء وغليوها يعني بحجبة هادي نقولو فيها وحد وحد الكيمية ممكن هادي تدير دير معاي نسكاس دي الماء وتغليوها معاها وهذاك الشي هادك الماء ما شي النعناع الماء فقط أعطيوه الأرنب وكونوا متفكرين أن هادي الحلقة تفيدكم بزا في إن شاء الله رأني فرحان لأن قدرت أنني يعني نجيب لكم هاد النوع من المراد لأن عندي فراس ديالي ولكن مع مروم أطرالي غلط في هذه اليامات أعطيت الأرنب شوية ديال القشور ديال الخضر يعني عندي الوليدات ديالي ولي مرة مرة يعطيوهم بحال هذه الأشياء أعطيوهم قشور ديال الخضر وراه تصاب بهد يعني ما بقاش حيوي أنا أنا لحت أنه مبقاش حيوي منيد لحت البطن ديال القيت ها منتافها قلت يمكن رها انتفاخ وهي كتبعين أعطيه في الأول كما عودتكم بيكربونات سوديوم ولكن في هذه الحالة هذه ما تصلح بيكربونات سوديوم لأن كرشو فيها تحجر فيها ماء ماشي فيها انتفاخ فيها هواء إلا كان فيها هواء انتفاخ باكم منيك تقيسولوك شو هاكا هاكا منيك تشوفو الهواء أعطيوه بيكربونات سوديوم خيصة في التامنت هي كتبع في الفرماسيوم أما بالنسبة التحجر ديال البطن شوفو هنا يرى البطن ديال رها متحج رامسكين شوفو شوفو رها يعني منيك تبغين هزو هاك شوف شو هنا الظهر ديال ولا ولا عريض شوف الرأس ديال صير والضهر ديال عريض يعني واحد الحالة يعني من من قلكمش لأن لأن بنيك يكون حيوي هذي قي الصحة أما بنيك يكون هاك هذي رها مرض اسميته كوليستريديا هذي مرض كما قلت لسوء التغذية السوء التغذية هي اللي أنا بدي لكم عالف صحي ناشف ما يكونش فيه ما يكونش فيه المياه ما يكونش ميت دم الحلقة ديالنا هي هذي النعناع غليوه وشدو الماء دياله وعطيوه له ماشي النعناع وإنما الماء ديال النعناع عطيوه له وإن شاء الله رابدك يتفش ده بار علش أنا يبديكم هذي رابدك حرا كان منفوخ بزاف كان ضخم بزاف كرشوت تحجرت ولكن إن شاء الله غدي يبرأ وتنتموا هذي الحالة هذي عقلوا عليها الكوليستريديا هذي يعني حالة من الحالات يعني تل اسم هو في حقيقة رابدك مركب جاي بحل الكوليستيرول جاي من الكوليستيرول وكوكسيديا يعني لخلطيهم كتعطيك كوليستريديا هذي الحالة هذي راه يعني خطيرة وما تتغذوش إليها تقولوا دبي برا لا ضروري العلاج لأنه كيكون في حالة مسكين ما كيبقى شي يأكل كيبقى غير مقرمس بحلاك ممكن أنه البطن ديره تنفاجر والمصار يخرج على بره علش أنا هذي حلقة راه معتبرة حلقة هذية الجميع المحبين ديالي النعناع والتيبن قطعوا لهم الماكلة 48 ساعة يعني يومين أعطيه التيبن فقط وغليوا الماء إلا ما بغاش يشربوا ممكن أن نديروا فحد لمحقانا وتكبوه له فمو يعني لابد ما يشرب من هذي الماء ديال النعناع المغلي وإن شاء الله سيكون تسير إذن حلقة منفردة حولوا أنكم تفهموا أش نو قلت يعني ما تعطيوش النعناع الأرنب ديالكم وتكولوا باللراكين المشكين اللي أعطيوه الماء المغلي ديال النعناع فقط لمدة يومين إن شاء الله سيجيب الله التسير إذن حلقة ديالنا هي حلقة مهمة تفكروا المصطلح ديال الكوليستريديا راه ممكن يصادفكم يعني وماشي انتفاخ ديال البطن وانتفاخ ولكن ماشي بالهواء بالغازات وإنما انتفاخ بالماء وتحجر البطن إذن ديالها وعطيتو لكم إذا كينشي تعاليق مرحبا بكم أنا كان نشكركم على التعاليق طيبة ديالكم كان اعتراب لكم عائلتي تكيو على زر جيم باش تساندو نو لقنا تزيد القدام ما تنسوناش بزر جيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة